ايه اشهر الاعطال اللي بتحصل في فصل الصيف؟ اشهر الاعطال اللي بتحصل في فصل الصيف السخونة اه انت اكيد عارف لازم قبل ما تمشي بعربيتك تبقى متطمن على المية اللي في العربي لان انت ممكن وانت ماشي ما تاخدش بالك من عداد الحرارة تلاقي العربية عدة النص وطبعا دي بتحصل كتير ما بيحصلش اي حاجة ان انت تاخد بالك ما فيش حتى وقت الارم ان انت تسمع الموضوع ده هو العداد لو عدة النص تلاقي العربية سخنت مرة واحدة هتلاقي التكيف لو شغل سخن معك هتضطر تركن على اليمين والعطل ده يوقفك وممكن يعمل مشكلة في المطور مشكلة في المطور من نواة جوان وش السلندر طبعا انت عارف الموضوع ده فاهم حاجة قبل ما تطلع بعربيتك دو انت وتتعاملش على ان كل الناس عارف لو احمد عارف مش كل الناس عارف اقول لكم نحترم هنا برضو نميز ما بين الرجالة والستات انت عارف الستات بتدور وتمشي فيه زيت بقى ما فيه زيت فيه حرارة ما فيهش حرارة نعم انت تتكلم على حلجات واقعية بتحصل ياك احمد فاهم اللي انا بقول نحسين ببعض طب يا لا فيه رجالة كمان بتدور وتمشي وبص هو الموضوع يعني فيه كده وكده بص نجرة العادة ان زمان لما كانت الناس بتسوق عربيات المانويل اكتر والعربيات القديمة اكتر كانت بتأخذ قوي من شوية التفاصيل اللي بتاعت الميا والزيت وحاجات كده لكن دلوقتي مع العربيات الحديثة بقى عندنا مواعيد صيانة محددة الاغلب ملتزم بيها فاللي حصل بتاعت فكرة ان كل يوم لازم نتشك على الميا لكن والزيت والحاجات دي ما بقاش فعلا اه اواني عن نفسي شباب ملكا لكن انا اواني ابركب ببص على الكويتش طبعا بخاف من الكويتش لكن ما ببصش على الميا والزيت كل يوم كويس ألف المتقدم خلي بالك يعني ده كده في حاجات الحديثة بس احنا كويس ان احنا نبص على الحاجات دي مش كل يوم بقى كل اسبوع او مشوار طويل اه لان برضو الميا تحديدا الميا تحديدا والزيت حتى لو العربية جديدة يا احمد حتى لو العربية جديدة لما رايح مشوار طويل لازم تعمل تشك بنفسك كامل غير طبعا لو العربية جديدة وحديثة يعني فوق المتوسط هيبقى فيه سنسور لكل حاجة فدي احنا ما بنتكلمش عليها احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي ما فيهاش سنسور ولانت لازم تبص بنفسك عشان ما يحصلش معاك عطل على الطريق وتلاقي نفسك مرة واحدة لو طلع على طريق سفر عطلان على اليمين ودي تتبقى مشكلة طبعا مع اي حد ميا هتزودها قبل ما تطلع لو فيه نقص ولو فيه نقص جامد ما تطلعش غير ما تتأكد النقص ده من ايه